تطورات جديدة كشفت عنها الشرطة الأثيوبية بخصوص مقتل مدير مشروع سد النهضة المهندس سينجينيو بيكيلي صباح الخميس رئيس الشرطة قال بأن بيكيلي قتل بطلق ناري أطلق عليه من الجهة اليسرى من الخلف وإنه وجد مقتولا في سيارته بأحد ميادين العاصمة أديس أبابا عند الساعة الثامنة والنصف صباح الخميس وأوضح رئيس الشرطة أنه تم اعتقال عدد من المشتبه بهم وأضاف أن التحقيقات جارية وستكشف الشرطة مزيدا من التفاصيل في وقت لاحق في السياق نقل شاهد عيان أن المهندس كان مع شخص آخر في السيارة وأن ذلك الشخص غادر السيارة في تمام الساعة الثامنة وبعد نصف ساعة لاحظ الشاهد وجود السيارة مغلقة في المكان فأبلغ بذلك الشرطة التي عثرت على المهندس مقتولا ويعد بيكيلي من الشخصيات المهمة في بلاده حيث أشرف على بناء 12 سدا في أثيوبيا وهو يدير مشروع سد النهضة منذ وضع حجر الأساس للمشروع مطلع إبريل نيسان 2011 وبلغت نسبة بناء السد أكثر من 63% وبمجرد الانتهاء منه سيولد نحو 6400 ميجاوات وهو ما يزيد على ضعف الانتاج الحالي لأثيوبيا البالغ 4000 ميجاوات من جهتها قالت وكالة الصحافة الفرنسية أن بيكيلي يعد ثاني مسؤول ذي علاقة بالسد يقتل في الأشهر الأخيرة